اشتركوا في القناة المشاركون في هذه الدورة المباركة الميمونة التي تقيمها أكاديمية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم والتي بعنوان فقه الصيام وما استتبع ذلك من حديث عن الاعتكاف وزكاة الفطر وغير ذلك وقد أنهينا في المحاضرة الثامنة بعد العشر الأولى على ذكر بعض مفسدات الصيام وأنواع مبطلات الصيام والأشياء التي لتفطر الصائم بالإجمال وأذكر وصلا بينما قلته في المحاضرة الثامنة بعد العشر الأولى وما سيفتح الله تعالى به علي في هذه المحاضرة التاسعة بعد العشر الأولى آية البقرة 187 فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسوار من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل إلى آخر هذا النص الكريم هذه الآية الكريمة تضمنت أصول المفطرات الثلاثة الأصول الأكل والشرب والجمع أما سائر المفطرات بعد ذلك الإضافية لهذه الثلاثة فقد بيانتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مماثلة لهذه الثلاثة وذكرت من المفسدات بشيء من التفصيل ذكرت منها الجماع وهو المفسد الوحيد الموجب للكفارة الجماع هو المفسد الوحيد للصيام الموجب للكفارة وذكرت الأكل والشرب والإبرة الوريدية المغزية والقيء عمدا وخروج دم الحيض والنفاس وقطرة الأنف وقطرة الأذن والعين وغسيل الكلا بين إفساد الصوم وعدم على النحو الذي أصلت وفصلت وخروج الدم بالحجامة على النحو الذي أصلت وفصلت والتدخين وأضيف إلى هذه العشر الردة وتغيير النية ذلك أني قلت في المقدمة إن ما يفسد الصوم بوجه عام يفسد الصوم كلما انتفى شرط من شروطه أو اختل أحد أركانه كالردة وطروق الحيض والنفاس وكل ما ينافيه أن ينافي الصيام من أكل أو شرب نحيمة ودخول شيء من خارج البذن إلى الجوف وهكذا فالجديد في هذه المحاضرة التاسعة بعد العشر الأولى من مفسدات الصيام الردة وتغيير النية لأننا قلنا إن ركني الصيام الإسلام والنية الإسلام والنية فالردة تبطل الصيام تماما فمن ارتد عن إسلام وصائم فقد فسد صومه والدليل قوله تعالى لئن أشتركت لا أحبطت أن عملك وأيضا قوله تعالى يُذِنَا مَنْ أُكُتِبْ عَلَيْكُمْ الصِّيَامْ ثم قال تعالى في الآية الثلاثة من أجل الصوم البقرة فمن شهد منكم شرف إلى صوم من القرآن ومن السنة من صام رمضان إيمانا واحتسابا وأيضا المصدر الثالث اللي يدل على هذا الأمر الإجماع الإجماع قائم على أن من ارتد عن إسلام وكان صائما فقد فسد صومه وقد حكى هذا الإجماع الإمام بن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه القيم المغني فقال ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم الأخر هذا المعنى فمشروعية قضاء من ارتد عن الإسلام إذا رجع الإسلام أيضا الإجماع الإجماع قيما على أن من ارتدنا إسلامه كنصائما فقد فسد صومه وإذا رجع الإسلام فعليه قضاء هذا اليوم لماذا؟ لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج ولأنه عبادة محضة فنفاها الكفر كالصلام طيب الإنسان الذي ارتد عن الإسلام هذا في أثناء الصيام فسد صومه وإذا رجع الإسلام فعليه أن يقضي هذا اليوم طيب هو قبل أن يرتد كان عليه أيام قبل كده الدين من رمضان سابق لم يصمها فهل يلزمه قضاءه؟ نعم يلزمه قضاءه طيب لكن في أثناء الردة في فترة الردة مر عليه أيام من رمضان لم يصمها فهل يطالب بأن يقضيها بعدما أسلم؟ الجواب لا يلزمه قضاء ما وجب عليه من صيام في أثناء ردته لماذا؟ ما الدليل؟ لأن الله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يؤفر لهم ما قد سلف وبعدين الآية الكريمة كما يقول الشيخ الإسلام بيتنمية رحمه الله تناولت كل كافر سواء كان أصليا أو كان مرتدة هو في أثناء ما دخلت عليه هذه الأيام من رمضان لم يكن من أهل التكليف ليس من أهل إيمان لأنه موجب التكليف بالصيام الإيمان يعني ذلك أما نكتب عليكم الصيام من السنة عن عمر بن عاص رضي الله تعالى عن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يهدم ما كان قبله والحديث صح مسلم وأيضا مذهب الجمهور على هذا أن من ارتد عن إسلام فترة ردته عليه أيام من رمضان هو مرتد لا يلزم بقضائها على هذا الجمهور إضافة إلى الكتاب والسنة من الجمهور الأحناف كما في الدور المختار الفترة الهندية والمالكية كما في الكافي لابن عبدالبر حفظ المغرب وكما في حاشية الدسوق والحنابلة كما عند ابن مفلح في الفروع وكشاف القناع للبهوتي وابن تيمي يقول المرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء كما ذكر ذلك في الفترة الكبرى لماذا؟ لماذا لا يصوم الأيام اللي دخلت عليه هو مرتد؟ لماذا؟ لأنه في إلزام بقضاء ما تركه تنفير له من العودة للإسلام المفطر الثاني من هذه المفطرات الجديد في هذه المحاضرة التاسعة بعد غير شيء أولى نية الإفطار واحد صايم رجل كان أمرأة في أثناء الصيام فترة الصيام المتدى من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس نوى الإفطار نوى الإفطار بأكل أو شرب أو أي شيء بأي شيء من المفطرات مجرد النية أفسد صومه وإن لم يتناول شيء من المفطرات وإن لم يتناول ليه؟ أولا للحديث صحيح إنما نعمل بالنيات وإنما لكل أمرأة ما نوى اثنين قلنا أن في الأركان النية ولابد أن تكون مصاحبة للصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فهنا عندما نوى الإفطار انقطعت نيته فالأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة حقيقة وحكمة فلما نوى الإفطار قطع هذه النية وبذلك وبتعالي النية طبعا كما قلنا ركن فإذا اختل الركن اختل الشيء ولذلك يقول تعالى في بياني يعني أصل الركن النية كركن أركان الصيام وفي سائر العبادات وما أمره إلا ليعبوض الله مخلصين له الدين قلنا الحديث هنا ما نعمل بالنيات وعلى ذلك الحكم المالكية كما في التاج والإكليل وكما عند الحنابلة كما في المغنى ابن خدامة وكما عند الشفعية كما في المجموع للإمام النووي وابن حزم اختار ذلك الرأي فقال من نوى وهو صائم من نوى هو صائم ابطال صومه بطل إذا تعمد ذلك ذاكرا لأنه في صومه وإن لم يأكل ولم يشرب ولا وطن لماذا لماذا يعني نقول إنه إذا نوى بطل صومه لماذا لأنه إذا نوى الإفطار أفطر فالصوم عبارة عن نية عبارة عن نية ليس إلا يعني ممكن واحد ممسك عن الطعام والشراب يا ترى هذا صيام ولا ريجيم ولا إيه ما الذي يحدد ولذلك إن النية ضرها كبير جدا في تمييز العبادة من العادة وفي التفاضل بين العبادات يعني لو فرضنا صلاة الصبح على سين مثال الصبح ركعتان وسنته ركعتان لا فرق بين السنة والفريضة في صلاة الصبح لكن من الذي جعل هذه سنة وجعل هذه فريضة النية فالنية تتميز العادة من العبادة أنا أكل واشرك عادي في حياة اليومية لكن ما الذي يجعل الأكل عبادة أني أنوي بالطعام التقوي على طاعة الله وآكل من حلال وأسمي وأحمد الله تعالى ولا أسرف في أكله ولا شربي الآن أنتقل إلى نقطة مهمة جدا في هذه المحاضرة التاسعة بعد العشر أولى وهي أمور لا تفطر الصائم ذكرتها إجمالا في المحاضرة الثامنة بعد العشر أولى والآن أذكرها بشيء من التفصيل سريعا ابتلاع الريق ولو كثر هذا لا يفطر الصائم بأي حالة الأحوال اتنين ابتلاع ما علق بين الأسنان يعني بعدما فرغت من تناول الطعام علق شيء بين الأسنان وبعضها البعض وكان قليلا تعجز عن تمييزه وتعجز عن مجه أي تعجز عن لفظه فهو تبع للريق فلا تفطر وإذا كان في اللثة قروح أو جميت بالسواك أثناء استعمال السواك السواك أدمى اللثة فلا يجوز ابتلاعه الدم وعليه إخراجه فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصد فلا شيء عليه لأنه أمر لا يمكن الاحتراز عنه كذلك لو تم حفر الأسنان أو تم قلع درس أو تم تنظيف الأسنان بالفرشة أو بالسواك دون معجون إذا اكتنبنا إذا اكتنبنا ابتلاع ما ينتك عن ذلك فذلك لا يؤثر في الصيام ولا يفطر الصائم غسل الأسنان بالمعجون أثناء الصيام بشرط الاحتراز عن ابتلاع شيء مما يتحلل ومما يكون أسنان الأمر الرابع الذي لا يفطر الصيام ولا يفسره لا يفطر الصيام ولا يفسر الصيام أنه خامة عفوا البلغم والمخاط مثله مثل الرق تماما إذا بتنعاه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ويعجز عن مكه عن مكه أي لفظه فهو تبعه الرق لا يفطر استنشاق بخار المقل التراري مثل عامل في محطات تحليل المياه يعني أمر مضطر لا سبيل له للاحتراز عنه أبدا فهذا أيضا لا يضر بالصيام الإبرة العلاقية غير المغذية غير المغذية وهي التي لا يستعاد بها عن الأكل والشرب ولكنها للعلاج كالبنسلين والأنسلين أو تنشط الجسم أو إبر التطعيم كل ذلك لا يضر بالصيام سواء كان الحقن بها في العضل أو كان في الوريد أو كان تحت الجد أو في أهم مكان من بذنه لا تفتد الصيام وهذا بقرار مجمع الفقه الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء في القرار 93 بشأن المفترات في مجال التداوي ونص القرار الأمور الآتية لا تعتبر من المفترات الحقن العلاقية الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل والحقن المغذية وكذلك فتاوى اللجنة الدائمة وكذلك فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت لماذا؟ لأن هذه الإبرة ليست أكلا أن تكون في حكم الأكل والشرب ثانيا الأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على فساد فما لم يكن دليل على فساد فهو صحيح والأحوط أن تكونها كل هذه الإبرة بالليل سادسا الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان دون ابتلاعها لعلاج بعض الأزمات القلبية تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة وليرخل إلى جوف شيء من هذه الأقراص بالإجماع في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن مثل هذه الأمور لا تعتبر من المفطرات منها الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبح الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لماذا؟ لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنهما ولا يدخل شيء من الجوف ولا يدخل شيء إلى الجوف منها إنما تقوم الأوعية الدموية الموجود تحت اللسان بامتصاص المادة الدوائية وقد أجمع أهل العلمي على عدم الفطر مما نفذ من المسام كما في الذخيرة الإمام القرافي ولا فرق بين أن تكون المسام في الخارج في خارج الفم أو في داخل الفم ثالثا الأصل صحة الصيام ولا يحكم بفساده إلا بيقين فاليقين لا يزول إلا بيقين الأمر السابع الذي لا يفطر الصائم ولا يفسد عليه الصيام مداوات الجراح الأمر الثامن بخاخ الربو بخاخ الربو في رمضان ليفسد الصوم وعلي أكثر مجتمعين في الندوة الفقية الطبية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية للعلم الطبية بالكويت وقد رجح ذلك الشيخان ابن باز وابن عثيمين عليهم سحائب رحمة الله تعالى لماذا؟ لأن الرذاذ الذي ينفذه ينفثه بخار الربو عبارة عن هواء حدود الرئتين ومهمة توسيع الشرايين وشعبية لاوية التي تضيق بالرمو وهذا الرذاذ الأصل أنه لا يصل إلى المعدة ولا يشكل غذاء ليس بمعنى الأكل ولا الشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبل غير المغذية ثالثا لأنه لو دخل شيء من بخاخ الربو إلى المريء ومن ثم إلى المعدة فوقل جدا فالعبوة الصغيرة تشتمل على عشرة ملي لترات من الدواء السائل وهذه الكمية وضعت لمائتي بخة فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر ملي متر وهذا شيء يسير جدا رابعا مدام الذي ليس فيه ليس إلا مجرد بخار وليس مادة لها قرم فلا يفطر ولأنه لما أبيح للصائم المضمضة والاستنشاق مع عدم المبالغة مع عدم المبالغة فلا يضر ذلك بصيما وليفصل عليه السماء فبخاخ الربو يقاس عليه سادسا القياس على استعمال السواك وقد ذكر الأطباء أن السواك يحتوي على ثمانية مواد كيموية ثمان مواد كيموية تقل أسنان واللثة من الأمراض ويتنحل باللعاب وتدخل البلعوم وقد جاء صحي البخاري معلقا ووصله عبد الرزق في مصنفه عن عامر بن ربيع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يستكوه صائم ما لا أحصي وأحاديث السواك وفضلها عامة لم يستثنى منها صائم ولا وقت فإذا كان قد عفع عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة لكونية قليلة وغير مقصودة فكذلك ما يدخل من بخخ الرب يعفى عنه للسبدات ولأن هذا البخخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتتفتح لما فيه من خاصية ويتنفس الإنسان تنفسا عاديا بعد ذلك فليس أكلا ولا شربا وليس بمعنى الأكل ولا شرب ولا صل المعدة ثامنا لأن دخول شيئا للمعدة من بخخ الرب أمرا ليس قطعيا بل مشكوك فيه أي قد يدخل وقد لا يدخل والأصل صحة الصيام واليقين لا يزل إلا بيقين تاسع لجميع ما سبق الأصل صحة صوم من استعمل بخخ الرب حتى يوجد دليل يدل على فساد من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كالصح ولا شيء من ذلك تاسعا غاز الأكسوجين فإذا استعملوا بعض المرضى للتنفس وكذا غازات التخجير البنك لا يفسد الصيام ما لم يعطل المرض سوائل محالي المغزية وإلى ذلك ذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة العاشرة فقال الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات منها نصا غاز الأكسوجين لماذا؟ لأنه مجرد غاز يدخل الجهاز التنفسي فحكمه حكم تنفس الهواء الطبيعي ولا قل قائل عاقل أن تنفس الهواء يستنشقه في الصيام ولأنه لا يحتوي على أي مواد مغذية أو غيرية ولا ينال المعدة من سيولة شيء الأمر العاشر الذي لا يفطر الصائم وليفصر على الصيام التحاميل الطبية الأول ما المقصود بالتحاميل الطبية اللبوس يعني ما يدخل المهبل أو غسول أو منظر مهبلي أو إصبع للفحص الطبي أو إدخال المنزار أو اللولب ونحوه إلى الرحم وكذلك التقطير في فرق المرأة غير مفصر للصيام فكذلك هذه التحاميل المهبلية وضخ صبغة للأشعة للأشعة وهو مقارن مجمع الفقر الإسلامي أنها لا تفسد الصيام حكمها في المذاهب الأربعة في المذاهب الأربعة أرجو التنبه حكمها في المذاهب الأربعة خلي بالحضر لك من مفسدات الصيام من مفسدات الصيام أقول اتفقت المذاهب أرجو التنبه أحباي اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة عند أهل السنة عند الأحناف والمالكية والشفعية والحنبلة على أن الحقنة التحملية بكل أنواعها الشراجية ومهبلية من مفسدات الصم وطلاتة والتي تنقض صيام وتفسده واتفقوا على وجوب القضاء خلي بالحضراتكم لكن الدراسة الحديثة الفقهية المتعمقة تقول على الرغم من اتفاق المذاهب الأربعة على القول بفساد الصيام من استعمل التحميل بنوعيها الشراجية ومهبلية إلا أن هناك من العلماء وهذا ما أقول به من العلماء من قال بعدم فساد الصيام من استخدمت التحميل المهبلية من هؤلاء الحسن بن حي ومن أبعي التابعين ومنهم الإمام بن حزم وهو الراجح في المذب الظاهري في المحلل بن حزم وكذلك من الملكية يعني الإمام القرفي الذخيرة وكذلك شغل الإسلامية تامية رحمه الله تعالى فليست التحميل عنده من المفسدات للصيام ولا من المفطرات ومن ذاب إلى هذا القول أيضا أكثر المجتمعين في الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الإسلامية العلم الطبية بالكويت ثبت كامل لأعمال ندوة وكذا ومن المعاصرين أيضا الذين يقولون بأن التحميل المهبلية هذه لا تفسد الصيام شيخون الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله في كتاب القيم فقه السنة والمجمع الفقه الإسلام لماذا؟ لماذا نقول بهذا الرأي أنه لا تفسد أقول الرأي الراجح لحكم التحميل المهبلية بأنها لسوء الصيام لماذا؟ لماذا؟ لأن الصيام رقنا عظيم من أركان الصيام ولو كانت التحميل مفتر الصائم لا استلزم بيانه ولو ورد في ذلك عن رسول الله شيء ولو ورد في ذلك قول عن بعض ولو ورد في ذلك قول عن بعض الصحابة ولكن لماذا نعنى الرسول شيء مطلقا ولو ورد في ذلك قوله لنقلوه إلينا ولأن الأصل صحة الصيام ولا يجوز إبطاله إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح ولا شيء من ذلك ولأن الأصل بالمفترات ومفترات الصيام أن تكون طعاما أو شرابا والتحميل المهبلية ليس بالطعام ولا بالشراب ولا بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب ولا يصل إلى المعدة إلى المعدة محل الطعام وشرب شيء ولأن الفترة كن مما دخل ووصل إلى الحلق والجوف ولأن الحقن لا تصل بها تغذية وقد أثبت الطب الحديث أنه لا منفذ أثبت الطب الحديث أنه لا منفذ ولا اتصال بين الجهاز التنسولي للمرأة والجهاز الهضمي وبالتالي والتحميل تحتوي على مادة دوائية وليس فيها سوائل نافذة إلى الجوف وقدرة الأمعاء على امتصاصها ضعيفة جدا وبناء على ما سبق فمن استخدمت التحامل المهبلية ويصائمة فليس علي قضاء ولا كفارة وصيامها صحيح إن شاء الله سبحانه وتعالى الأمر الحادي العشر الذي لا يفسد الصيام ولا يفتر الصائم الحقن الشراجية وممن يعني وقد ذهب إلى ذلك وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر منهم الإمام ابن حزمي في كتاب القيم المحلة وهو قول طائفة من المالكية كما في الذخيرة للقرافي ومواهب الجليل ومن الشافعية القاضي حسين كما ذكر الإمام النووي ذلك في المجموع وكذلك الحسر بن صالح كما ذكره الإمام أوردي في الحاو الكبير وذكره الإمام النووي في المجموع وابن تيمية في المجموع الفتاوى يقول الحقن الشراجية لا تفتر الصيام لماذا؟ لماذا؟ لأن الحقن الشراجية لا تغزي بل تستفرغ ما في البدن ولأن الصيام أحد أركان الإسلام ويحتاج إلى معرفة المسلمون فلو كانت هذه الأمور من المفترات لذكر رسول الله ولو ذكر ذلك الإعلام والصحابة ونقلوه إلينا وأن الأصل صحة الصيام حتى يقوم ذلك على فساده ومع ما مضى من بيان أن الحقن الشراجية لا تفتر الصيام ومع ما بينا من كلام العلماء بذلك وتعليلهم إلا أن الجمهور الجمهور يقول الجمهور يقول إن تعاطي الحقن الشراجي يفتر الصائم ومما نقل هذا عن الجمهور الإمام بن القدام في المغني والإمام النوفي في المجموع ومع ذلك فإن لا نقول بهذا ولذلك خروجا من هذا الخلاف الجمهور بيقول إن الحقن الشراجية تفسد وغيرهم وغير الجمهور وغير الجمهور كابن تيمية وبعدين وبعدين حسن بن صالح ومن الشافعية القاضي حسين ومن المالكي الإمام القرافي في الذخيرة ومن الظهرية الإمام بن حزم وأنا أقول بهذا الرأي ومع ذلك أقول خروجا من هذا الخلاف لو أعطيت الحقن الشراجية بالليلي لكان ذلك أفضل خروجا من الخلاف الأمر الثاني عشر ما تعلق بمقرى البول للرجل والمرأة ما المقصود بمقرى البول قسترة أو منذار أو مادة ضليلة على الأشعة تساعد على وضوح الأشعة أو دواءا مانعا أو دهنا أو محلول لغسيل المثانا ما حكم ذلك إذا دخل إذا أدخل الصائم في إحليله لو مقرى البول شيئا من ذلك فلا يفطره ولا يفسد صيامه ما الذي يقول بذلك الجمهور من أهل العلم من الأحناف الإمام السرخصي كما في المبسوط وفي الفتاوى الهندية ولذلك النص هناك إذا أقتر إذا أقتر نقط يعني قطر في إحليله لا يفسد صومه عند أبي حنيف ومحمد رحمهم الله كذا في المحيط سواء أقتر فيه الماء أو الدون وهذا الاختلاف فيما إذا وصل المثانا أما إذا لمصل بأن كان في قصبة الذكر فبعده لا يفطر بالإجماع بالإجماع وفي الإختار في أقبال النساء يعني لو تم تقطير قطرات في قبل المرأة يعني في أقبال النساء كذا يفسروا بلا خلاف طيب المالكية المالكية في الشرح الكبير يقولون أيضا بأنه لا يفسد الحنابلة كما في المغنن ابن قدامى والمجمع الفقه الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي يقول ما يتم تقطيره في مجرى البول للرجل والمرأة لا يفسد الصيام وبذلك نقول إن شاء الله سبحانه وتعالى لماذا لماذا التقطير في مجرى البول عند المرأة والرجل لا يفسد الصيام لماذا إيه التعليل للحكم لأنه مجرى البول ليس ليس عند الرجل ليس باطن الذكر وجوف الرجل منفذ فقد ظهر من خلال علم التشريح عدم موجود علاقة مطلقا بين مسالك البول والجهاز الهضمي لا يوجد بالتشريح الطبي لا يوجد علاقة متصلة نافذة بين مسالك البول والجهاز الهضمي وعلى ذلك تقطير أي شيء في مجرى البول لا يفسد الصيام اثنين الجسم لا يمكن أن يتغذى مطلقا بما يدخل المسالك البولية يعني ما رأيناش إنسان يعني عفوا بيتغذى عن طريق المسالك البولية وأيضا الأصل صحة الصيام ما يدخل إلى الجسم امتصاصا من الجلد ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللسقات العلاجية الجلدية المحملة بالمهد الكيموية بالمهد الدوائية والكيموية ذلك لا يفسد الصيام ادخل قثرة في الشرايين للتصوير أو للعلاج كذلك لا يفسد الصيام ادخل منظر من خلال جدار البطن للفحص هذا لا يفسد الصيام أخذ عينات من الكبد أو غير من الأعضاء للفحص دون إعطاء محليل لا يفسد الصيام منظر المعدة إذا لم يصاحبوا ادخال سوائل كذلك لا يفسد الصيام وكذا والحامل والمرضع الحامل والمرضع إن خافت على أنفسهما ضررا من الصيام وبكلام الأطباء المختصين المرخصين من ذو الأمانة والثقة والعلم والديانة يبقى عليهم لهم أن يفتروا ويصوموا بعد ذلك لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أمن أخر ولا شيء عليها إن الله تجاوز عن أمتي إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريوا عليه وإن خافت على ولا جهة دون نفسها أفطرت وقضت أفطرت وقضت إن لم تتمكن من الصيام بتواصل العزر الشريح حمل ورضاعة حمل ورضاعة حمل ورضاعة يبقى تنقل في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية منتعام مسكين فمن تطعو خير فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يكره للصائم أمور أربعة المبالغة في الممضى والاستنشاق لحديث لقيت ابن صبر العقيلية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة يبقى أول شيء يكره للصائم المبالغة في الممضى والاستنشاق لماذا؟ يكره له لأن المبالغة في الاستنشاق والمضمضة قد تؤدي لابتلع الماء ونزيله من الأنف والفم ذا المعدة أيضا يكره ثانيا للصائم الوصال الوصال ونواصل الصائم بين الليل والنهار يعني في تتابع صوم من غير افطر بالليل قال الإمام الخطاب رحمه الله في شرح لمعالم السنن الوصال من خصائص ما أبيح للرسول عليه السلام بحاجة خاصة بالرسول هو محظور على أمته ويشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يتخوف على الصائم من الضعف وسقوط القوة وهكذا الأمر الثالث المكرون للصائم أحبائي في الله أحبائي في الله تبارك وتعالى ذوق الطعام من غير حاجة من غير حاجة قال ابن تيمية ذوق الطعام يكره لغير حاجة لكن لا يفطره أما لحاجة فهو كالمضمضة وعلى ذلك جمهر العلماء من الأحناف والمالكية الأحناف في بداع الصنع الكساني والمالكية في الشرع الكبير والشفعية في المجموع النووي والحنابلة ثم آخر حاجة تكره للصائم القبلة والملامسة وما شبه لمن تتحرك شبته عند ذلك هذه الأمور الأربعة هي التي تكره للصائم هذا وفي الحلقة وفي المحاضرة الأخيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى أتناول فيها ما يباح للصائم ثم أتناول ما يتعلق بزكاة الفطر والاعتكاف فإلى تلكم المحاضرة الأخيرة أستوجعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر